تصويب فاندرفال للقانون العام للغازات حاول العلماء منذ القدم تفسير سلوك الغازات فقام العالم شارل بوضع قانون هام متعلق بالغازات يصف العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة حيث نص على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتنسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الضغط ويمكن تنفيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية تي درجة الحرارة تتناسب طردياً مع V الحجم أما العالم بويل فقد وضع قانوناً للغازات أيضاً ولكنه يصف العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبوت درجة الحرارة والذي ينص على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتنسب عكسياً مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة الحرارة ويمكن تنفيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية V الحجم يتنسب عكسياً مع P الضغط وأخيراً وضع العالم أفوغادرو مبدأه الشهير الذي ينص على أن الأحجام المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي عند نفس درجة الحرارة والضغط على عدد متساوي من الجزئات ويمكن تمثيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية V الحجم يتنسب طردياً مع N عدد المولات والآن نستطيع القول إنه بتوحيد تلك العلاقات السابقة جميعها نجد أن V الحجم يتنسب طردياً مع N عدد المولات ومنها نجد أن حاصل ضرب P الضغط وV الحجم يتنسب طردياً مع حاصل ضرب N عدد المولات وT درجة الحرارة وباستبدال علامة التناسب بيساوي وثابت التناسب نجد أن حاصل ضرب P الضغط وV الحجم يساوي حاصل ضرب N عدد المولات وT درجة الحرارة وثابت التناسب R وهذا هو القانون العام للغازات وحيث إن الغاز الذي يتبع القانون العام وجميع القوانين التي استنتج منها القانون العام للغازات تحت كل الظروف يسمى الغاز المثالي والذي يتبع الفرضين التاليين وهما إنه لا توجد قوى جذب بين جزيئات الغاز وأن حجم جزيئات الغاز مهملة ولكن الغاز الحقيقي لا يتبع الفرضين السابقين فكيف قام العلماء بتطويع القانون العام للغازات ليمثل جميع الغازات وليس الغاز المثالي فقط قام العالم فاندرفال بوضع معادلته التي استطاع بها وصف سلوك الغاز الحقيقي غير المثالي والتي نصت على أن الضغط P زائد الثابت A مقسوما على مربع الحجم V ضرب الحجم V ناقص الثابت B يساوي الثابت العام للغازات R ضرب درجة الحرارة T حيث أن الثوابت A وB لهما قيمة مجبة وتختلف قيمتهما باختلاف الغاز فكل غاز له ثوابت معينة ومعادلة فاندرفال تقودنا إلى معادلة الغاز المثالي عندما تقترب هذه الثوابت من الصفر في حالة الغاز المثالي